حلو بنات شلونكم وياكم ايمان من قناة ايميلي فن الكروشي اليوم ان شاء الله بهاي الفيديو نشتغل هاي اللي قطينا اكو واحدة من البنات بالتعليقات طلبتها مني واني وعدتها قلت لها ان شاء الله من بعد الفيديوهات البزونا راح اسوي ليتش طبعا بصراحة هاي اللي قطينا كل شي استفاديت منها انا ده اخلي بي هالعلامات اللي انقبل شانه هوا يضيعون مني لكن هسا كل اخلي بيه للمحاجباتهم يخلون بيدنبوز كل شي يعني حتى الابارو هاي نخلي بيه هي كلش حلوة وسهلها وما تاخذ خيطه هواية للشغلات اللي نحتاجها لهاي يقطين نسوي خيط لونين لون برتقالي ولون اغضر بصراحة هاي عندي من باقي الخيوط زائدة باقية لكن هاي اللي خيطين اتنيناتهم تناسب سنارة رقم 3 تمام بنات هاي رقم 3 ونحتاج اكيد نحتاج مقاز ونحتاج اوبرة التنظيف هاي كلش ضرورية نبدي بيها بسم الله واكيد نحتاج قطن بنات اخر هاي اول شي بنات نسوي دائرة سحرية اكو هاي من البنات لزولي الرسالة يقولون احنا ما نعرف دائرة سحرية او شوي صعبة عليهم يقدرون بدال ما يسوون دائرة سحرية يسوون العقدة البداية تمام ويسوون سلسلتين واحد اثنين تمام ويجون على اول سلسلة يعفون يجون على اول سلسلة يسوون 6 حشوات مثلا احنا جقدما نسوي بالدوائر السحرية اهنا يسوون يعني هاي يعتبر عندهم دوائر السحرية للبنات اللي ما يعرفون تمام لكن انا ما احب اسوي بهاي احب اسوي بدائرة سحرية لان تطلع ارتب احنا مود من اسحب الخيط الدائرة تصير صغيرة كلاش عندي تمام بنات انا سوي دائرة سحرية داخل هاي الدائرة اشتغر ست غرسات حشو واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة بعد ما استويت دائرة ست غرسات حشو بداخل الدائرة السحرية الزم هاي الخط البداية واسحبها اني ليش احب الدوائر السحرية يجي اقدر اسحب الخط حتى الدائرة صغيرة عندي اجي وراها من سوي ستة اجي على اول حشو بنات تمام ادخل سنارتي واسحب الخط واشتغل مباشرة بنات على شكل حلزوني نشتغل اهنا اجيب العلامة واخلي بنات هاي احنا اشتغلنا مباشرة هاي الحشو يعتبر عندي اول حشو بالسطرة الثانية تمام هسا بالسطرة الثانية ش نسوي نشتغل تزايد فوق كل الحشوات اللي عندنا يعني الستة صغيرة 12 تمام هاي احنا مسوين واحد وهم ارجع لنفس المكان اسوي بعد واحد هاي تزايد ونجي على بصفة نسوي ورستين حشو بكل الحشوات اللي عندي تمام بنات اوصل للعلامة وارجع لكم يا بنات كملتها صار عندي المجموعة 12 غرزة حشو اجي اواخر العلامة وبمكانها اشتغل غرزة حشو ورجعها بنات بسطرة الثالث نشتغل غرزة حشو وحدتك واللي بصفة نسوي تزايد هاي سوينا واحد نجي على صفة نسوي اثنين بنفس المكان تمام وإلى نهاية السطر على هاي الشكل غرزة حشو وحدة فردية واللي بصفة نسوي تزايد تمام تزايد غرزتين حشو بنفس المكان إلى نهاية السطر على هاي الشكل اكملها ورجع لكم يا بنات تكملتها وصلنا السطر الرابع وبهاي السطر بنات نشتغل غرزتين حشو فردية وبالثالث نسوي تزايد تمام يعني هاي واحد فردي وهاي هان فردي تك يعني بالثالث نجي نسوي قرصتين بنفس المكان تمام بنات وإلى نهاية السطر على هاي الشكل قرصتين حشو تك بثالث نسوي تزايد أكملها وارجع لكم ابنات كملتها هسا وصلنا سطر الخامس وبسطر الخامس نسوي ثلاث غرزات حشو فردية بالرابع نسوي تزايد تمام غاي واحد هين ثلاثة بالرابع نسوي تزايد حتى اثنين بنفس المكان وإلى نهاية السطر على هاي الشكل ثلاث غرزات حشو تك غاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة بالرابع نجي نسوي تزايد واحد اثنين بنفس المكان تمام بنات وإلى نهاية السطر على هاي الشكل أكملها كلها وارجع لكم يا بنات آني كملتها هسا وصلنا سطر السادس وبسطر السادس نشتغل أربع غرزات حشو فردية بالرابع نسوي تزايد تمام هاي واحد اثنين تزايد تمام بنات وإلى نهاية السطر على هاي الشكل أربع غرزات حشو فردية تك بالخامس نسوي تزايد اكملها كلها وارجع لكم يا بنات آني كملتها وهسا وصلنا سطر السابع وبسطر السابع نسوي خمس غرزات حشو بالسادس نسوي تزايد تمام هاي واحد هاي اثنين كلاثة أربعة خمسة تمام بالسادس نسوي تزايد واحد اثنين بنفس المكان تمام وإلى نهاية السطر على هاي الشكل خمس غرزات حشو فردية بالسادس نسوي تزايد اكملها كلها وارجع لكم يا بنات آني كملتها وصلنا سطر الثامن وبهاي سطر بنات نسوي ست غرزات حشو بالسابع نسوي تزايد تمام هاي واحد اثنين تلاثة أربعة خمسة ستة تمام بالسابع نسوي غرزتين لحظة بنات آفوا يا بالسابع نسوي غرزتين بنفس المكان تمام ولا نهاية السطر على هاي الشكل ست غرزات حشو فردية بالسابع نسوي تزايد تمام اكملها كلها وارجع لكم تمام بنات آني كملتها وهسا هنا بهاي سطر خلاص عندنا تزايدات راح نشتغل فو كل غرزة حشو غرزة حشو وحدة بنات شقد نشتغلها بنات نشتغلها ست سطور ست سطور غرزات حشو عدلة يعني فو كل غرزة حشو بنات نشتغل حشو واحدة بس تمام إلى لمدة ست ست سطور يعني حسبوها هاي سطور وراها خمس سطور باقية نشتغلها كلها وارجع لكم بنات ألمود وقت الفيديو يا بنات بعد ما اشتغلت ست سطور من غرزات الحشو الثابتة العدلة بدون تزايد وبدون تناقص حسنا راح نبدي نشتغل بالتناقص تمام بنات شلون ما سوينا تزايد بنات سوينا ست غرزات حشو تزايد هالمرة لا أكس نشتغل ست غرزات حشو وتناقص تمام هاي اول حشو اخذ هاي اول حشو شفو هي حشو متل سنبلة بها الطرفين طرف من جو ومن طرف من برا اخذ بس هاي الطرف تمام ولي بصفة هم اخذ تكمل الطرفين واسحب الخيات من اثنين عثوم واشتغل غرزة حشو هاي عندي التناقص التناقص بهاي الشكل كل شي يطلع مرتبة وهمنا نرجع نشتغل 6 غرزات حشو تناقص الى نهاية السطر تمام 6 غرزات حشو تناقص اكملها كلها اوصل للعلامة وارجع لكم يبنات اني كملتها اواخر العلامة هسا نشتغل بنات 5 غرزات حشو السادس والسابع نسوهم تناقص تمام هاي اول حشو فرجية هاي اثنين تلاهية اربعة خمسة تمام اشتغل خمس غرزات حشو السادس اخدتك من هاي الطرف والسابع هم اصحب خيطي من اثنين اتو اشتغل غرزة حشو هاي تناقص تمام بنات و الى نهاية السطر على هاي الشكل خمس غرزات حشو تك فردية السادس والسابع ناخده مستوية تناقص يبنات اني كملتها هسا راح نشتغل اربعة غرزات حشو تك الخامس والسادس ناخده مستوية تناقص تمام رجع لامتي هاي اول حشو و هاي اثنين و هاي ثلاثة و هاي اربعة تمام بنات الخامس والسادس ناخده مستوية تمام و اشتغل حشو هاي تناقص عندي بنات نشتغل اربعة غرزات حشو حشو تناقص الى نهاية السطر اوصل للعلام و ارجع لكم اي بنات اني كملتها و هسا هاي سطر نشتغل ثلاثة غرزات حشو الرابع نسوي تناقص تمام ارجع لعلامة و هاي اول حشو بنات هاي اثنين تلاثة اربعة تمام الخامس والسادس ناخده مستوية لا افوا بنات خربطت بهاي السطر افوا بنات نشتغل ثلاث غرزات حشو واحد اثنين ثلاثة اني اسفل الرابع والخامس نسوي تناقص تمام بنات و الى نهاية السطر على هاي الشكل ثلاث غرزات حشو واحد اثنين ثلاثة الرابع والخامس نسويهم تناقص تمام الى نهاية السطر على هاي الشكل ثلاث غرزات حشو الرابع والخامس نسويهم تناقص يبنات كملت وصلت لنهاية يم العلامة اوخر شوي اسحب الخيط اجيب قطن حتى قبل ما تصغر عندي هواية صغيرة اخاف بعدين ما يبقى مكان من ها السطر اخلي بي قطن مكان من صغيرة اخلي بي قطن حشوchin مكان من صغيرة اخلي بي قطن حشو نضيف السماء نضيف السماء نضيف السماء نشغل غرصين حشو نشغل غرصين حشو و بالثالث نسوي التناقص هاي اولا و رجع على ممالتي وهي الثاني بس بنات من تخلوين قطن بالألعاب شوية تخلو ايدكم حتى القطن متى جوية الشغل لان تصير مو مرتبة اشتغلوا ايدكم اصبعكم حتى القطن متى جوية الشغل اشتغلنا واحد اثنين الثالث والرابع نأخذهم تناقص و الى نهاية السطر على هاي الشكل ورستين تك الثالث والرابع نسويهم تناقص انا اكملها كلها وارجع لكم انا اكملتها كلها هسا بهاي السطر نشتغل غرصة حشو وحدة فردية تمام وراها نشتغل تناقص رجع لامتي تمام بنات هاي اول حشو وراها نسوي التناقص واحد اثنين ناخذهم سوية نشتغل التناقص و الى نهاية السطر على هاي الشكل ورزة حشو تك الثاني والثالث نسوي التناقص تمام بنات انا اكمل هذولا كلها وارجع لكم على مد وقت الفيديو يا بنات انا اكملتها كلها و هسا همين اجي اخلي بي قطن لان خلص بعد الدائرة نقفلها حتى ما تصر فارغة خلص لان انا نخلي علامات ما اسويها يعني ما اترسها هواي لان تصر صلبة يعني خلي نقول لا شوية هيتشي تبقى ناعمة حتى احنا نخلي بي العلامات الدنبوز بكيفكم بس اذا انتو تسووها للمثال فواكه و المطبخ يعني انا مسويتها هواي وحتى الصور ما لاتب نزلتها عن انستجرامي تقدرون تروحون نشوفونا اذا تسوونها مثل الفواكه و المطبخ لا ترسوها هواي بس اذا مثلي تسوونا للعلامات دعوا بيكوطن اهل قد حتى تبقى يعني ناعمة لينة يعني مو هواي صلبة تمام بنات حس اخر العلامة مالتي و احنا مقال نطمع جورزة حشو بنات احنا 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 شنسوونا نشتغو ست تناقصات تمام طي عفوا هاي اخذ تكمن هاي و هاي اول تناقص نحسبها سوية بس للبنات خافي خربوطن رجع العلامة حتى ما تستقربوطن تمام هاي ثاني تناقص هاي ثلاثة هاي ثلاثة 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 خمسة و هاي الأخيرة ثلاثة ثلاثة تمام بنات وخلص هنا نقطع الخيط لكن نقطعها شوية نقصها على مسافه تمام ونسحة بالخيط نقوم بتنظيف نقوم بتنظيف هذه الدائرة نقوم بتنظيف هذه الخطوط نقوم بتنظيف arose نقوم بتنظيف هذه الخطوط نقوم بتوضمج dio من أجل الأخرى أجرها حتى تنطيني هاي الشكل وهنا أجي أخلي اللي بصفها أخلي يدي حتى ما تفلت همين أطلعها من جو الشغل و همين أجرها تمام وأخليها تمام هاي صار واحد اثنين احنا لازم نسوي خمسة همين نطلع من جو الشغل بنات هاي ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اهنا سويهم صار اثنين اربعة و خمسة تمام و نطلع من جو الشغل همين نطلع من نفس المكان هاي ثلاثة اثنين اخلي ايدي و لازم هاي شا من جو همين يطلعوا من نفس المكان فوق هاتى تصير ثابت اكثر و همين من غير قرزة همين من غير قرزة تطلعو همين نطلعوا همين رجعوا لنفس المكان هاتى الخطوط متن فتح الغرزة أسحبها من فوق تمام مهم أن أطلع تمام بنات ثم يجب أن يقوم بها أخفي هذه الخيط يجب أن يجب أن تتحب من أي مكان جدت تمام تقص حسنا ونقص خيط من مكان يشوفون هاي نقطة مالة الخيط قصيناها تعالوا جو الشغل وخفوها حتى بعد متبين تمام بنا هس احنا خلصنا من اللي قطينا نجي نسوي هاي الخضرة مالتها فوق اني ما عندي من نفس الخيط من نفس اللون لكن الخضار مالتها على هاي اللون هم تطلع حلو يعني هاي صار لي فترة هواية مسويتها مو جديدة تمام بنات شنسوي هاي همين نسوي دائرة السحرية داخل هاي الدائرة بنات نشتغل الدائرة الخربطت عدنا همين نسوي سوينا دائرة السحرية بداخل هاي الدائرة بنات نسوي ست قرصات حشو واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة ستة تمام؟ بعد ما سمينا ست قرصات ازم هاي الخيط واسحبها واجي على اول حشو بنات تمام؟ واسحب الخيط منها اشتغل حشو مباشرة بنات بدون ما اقفلها تمام؟ وبنات هنا نشتغل عدنا ست غرزات حشو تمام؟ من سوي تزايد؟ نشتغل فوق هاي ست غرزات حشو بس تمام؟ هاي اولا هاي ثانية نشتغلها بنات نشتغلها اربع سطور اربع سطور غرزات حشو ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص اكملها كلها انا مود وقت الفيديو حتى تططيني هاي الطول وارجع لكم يا بنات انا بعد ما كملت اربع سطور من غرزات الحشو الثابتة اصصر المكان ضيق انتو بظهر السنارة قلبوها حتى تكون الغرزات مقابلكم هسه هنا بهاي بعد اربع الغرزات اربع سطور بنات نشتغل غرزة حشو ورجع الانامة وهنا بنات نسوي تزايد فوق كل الغرزة العدة تمام يعني الستة صغيرة 12 هاي تزايد اول تزايد هاي واحد اثنين هاي ثاني تزايد اكمل كل التزايدات وارجع لكم يا بنات انا اكملت صارعتي 12 غرزة حشو هنا بنات اجي على اول حشو ورجع العلامة وبهاي سطور بنات نشتغل حشوتين بثالث انسوي تزايد يعني هاي اول حشو و هاي تك و هاي اللي بصفة هم تك بالثالث انسوي غرزتين بنفس المكان تمام بنات؟ و الى نهاية السطر على هاي الشكل واحد اثنين و بالثالث تزايد تمام بنات؟ اكملها كلها ورجع لكم يا بنات اني خلصتها اجي على مكان العلامة اصحب الخيط و اصحب مزلقة و ارتفع سلسلة خلاص عدنا و اقص الخيط على مسافة على متأخيط بفوق اليقطي نمالتنا و اسحب الخيط تمام؟ اهنا بنات قبل ما ادخل هاي الخيط للجو والشغل اجيب شوية قطن مو هواية تمام؟ اه عفوة اجيب خالي السنار اصغر ليش ما دخلت الخيط اول شي؟ لان اذا ادخل الخيط راح تبين منها تطلع لي الخيط من الحشوات ادخل الكتب وراها ادخل الخيط تمام؟ هسا نجين خليها علي اقطعين معلدنا ونبدين خيطها نبدين خيطها نبدين خيطها هاي النظيفة نخليها من جو هاي الآخر شي مو سويناها نخلي فوق هاي ونبدين خيط خياطها مبسطة عادية بس حاولوا ما تبين الخيط دخلوها هاي شي من جو الشغل تمام؟ دخلوها ودخلوها على جسم على اللي يقطين يعني همينا منها ارجع وهم للبنات اللي خاف يعني تكون صعب عليهم هاي الخياطة يقدرون يجيبون الصمف ويخلون عليه لكن انا افضل الخياط لان الخياطة تكون ثابتة وما تطلع بعد الشغل حتى اللعنة هاي تخسلوها ما توقع منها يبنات يبنات انا اكمل هاي خياطتها كلها وارجع لكم على مدوقة الفيديو يبنات بعد ما كملت خياط كلها الخيط اجي على الشغل واتقب بها داخل اليقطينة حتى اخفيها تمام بنات همينا تقدرون تخفوها مرة ثانية حتى تكون اضباط فتطلع الشغل منها تمام اجي اقص الخيط وهاي النقطة المكان للخيط شوفوا بنات سحبوها وهاي النقطة المكان للخيط حتى تكون مخفية مدبين تمام بنات وبهاي احنا خلصنا اليقطينة مالتنا ونقدر نخلي العلامات عليه اي شي تقدرون تخلون العلامات عفون الدنبوز اي شي تمام بنات وحنا بهاي كملنا اليقطينة مالتنا واشكركم للمتابعة واشكركم للمتابعة واشكركم على اشتراككم للقناة واللايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة دائما والله من اشوف تعليقاتكم افراحة هواية ربي يخليكم ويبعد عنكم الامراض ودير بالكم على نفسكم باي باي اشتركوا في القناة